موسيقى سادة المشاهدين الكرام ونحن مستمرون في نقل أجواء زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من جوار أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلامه عليه سرنا أن نلتقي بأحدى الأخوات المستبصرات الأخت زينب من جنوب أفريقيا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى كان الاستبصار وكيف كان؟ لا أعرف ماذا أقوله لكن أريد أن أقول لك أن طورة الحسن هي عظيمة شيئاً لا أعرفه ماذا أقوله لا أعرفه يعني ما بعرف كيف بدي أعبر لك أنا عايشة في لبنان وتعلمت من جنوب لبنان طورة إمام الحسن وهيدي النهجة اللي نحن ماشينا عليها بيتمنى من كل توصل هايدي الطورة والإشياء لكل دول العالم ده كل دول أفريقية عشان العالم كل يتاعد تمشي على طورة إمام الحسن هايدي الشيء اللي أنا بيتمنى من كل قلبي لأنهم بتعصبهم بالضيئ لما مشوف ما أنا واصل الفكرة ما أنا واصل لعالم كثيرة يعني هايدي الشي بتديقنا لأنه حاب أنه كن كلنا من أنصار إمام المهدي إن شاء الله بإذن الله ومشكور الآن مشاعرك وأنت تعيشين أيام النبي صلى الله عليه وآله أيام شهادة النبي صلى الله عليه وآله مشاعرك وأنت تزوري أمير المؤمنين وبيودي أن أسأل كم مرة زورت الأئمة في خلال هذه الفترة إمام الحسن أول مرة مزوره وأمير المؤمنين بس زورت إمام الردى سنة المادية ويعني هايدي السنة أنا أول مرة مزورهم بيتمنى كل سنة يجي يزوره لأنه شعور ما فيك توصفه ما فيك تعبيره هيك إنت إلا لما يجي شخص يزوره بحس بهيدا الشعور بحس أنه هو صار بعالم تاني بعالم دنيا ويلة يعني بس لأهل البيت مش بشي تاني رسالتك للذين لم يروا النور بعد ولم يروا نور أهل البيت ما الرسالة التي توجيهناها له؟ بتمنى الله يفتح قلب كل مؤمن فينا بتمنى توصل نور لقلب أي إنسان بحب أهل البيت لو حتى ما بيعرفهم بس لما بيعرفهم بيصير يحبهم بيصير يحس فيهم بيشعر فيهم نحنا يعني عايشين بعالم السطحة يعني أي يوم رح نيجي وانتوب رأسنا ونموت بس ليش ما منموت بطريقهم ليش ما منموت بخطهم لأنه هن خلقوا كلمال الدين إمام الحسن اندبح واندبح أولاده كلمال الدين كلمال تعيش هيد الدين ليش نحنا ما منعيشها كمانا؟ يعني بتمنى لتوصل هيدا القلب اللي مسكر تنفتح لأي إنسان تنفتح سؤال أخير من كان السبب في هدايتك والسبصارك؟ هو شهيد استشهد هو استشهد هيدا الشهيد يعني عندي أربعة أشخاص هن السبب أول حسن عيساوي وتاني ندال الخانسة ما بدأ أقول أسماء الباية يعني في منهم نستشهدوا في منهم بعضهم نعيشين والله يرحم المؤمنين الله يرحموا اللي ميتوا واللي بعضهم نعيشين الله يعطيهم أكتر وأكتر وأكتر كلمال يغضوا الناس كتير والحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك سادة المشاهدين الكرام في إطار تغطيتنا الإعلامية لمشاعر المؤمنين جميعا بذكرى شهادة النبي صلى الله عليه وآله يسرنا أن نلتقي بزائرتين قد قدمت من بلاد بعيدة ألا وهي بلاد المغرب العربي وهما قد استبصرتا بنور الله عز وجل ونور أهل بيته صلى الله وسلامه عليهم يسرنا أن نلتقي بهم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اسمك الكريم ومن أي بلاد؟ ياسمين من المغرب متى كان وقت استبصارك؟ صغيرة تقريبا في سن ثامنة ما هو سبب الاستبصار؟ واقع الطف الإمام الحسين عليه السلام يعني هذه الواقعة إلى آثار يعني جدا إيجابي في تشييع العديد من الناس الحمد لله والآن بعد الاستبصار كيف تشعرين؟ ما هو شعورك بعد الاستبصار؟ الحمد لله شعور جدا حلو يعني فرق جدا شاسع الآن أنت جئتي في هذه الأيام لزيارة الإمام الحسين وزيارة أمير المؤمنين ماذا تقولين للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه ونحن قريبون من ذكرى شهادته؟ ما في شيء ممكن يعني ينقال أو رسالة محددة لأن الكلمات مؤتكفة يعني لحتى نكلم ولكن مشاعرك؟ لكن نحب أعزيه وأقول عظم الله لكم الآجر وأحسن الله لكم العزاء لأهل البيت كلهم خصوصا لصاحب العصر والزمان إمام المهدي المنتظر رسالتك التي تقولينها للذين لم يروا النور بعد نور أهل البيت ماذا تقولين لهم؟ أتمنى أنهم يبحثوا لأن هذا هو الطريق الوحيد الذي فيه نور وهذا هو السراط المستقيم طريق الإمام عليه عليه السلام يسرنا أيضا أن نلتقي سادة المشاهدين الكرام مع زائرة أخرى أيضا قدمت من بلاد المغرب العربي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم سنة أنت في الاستبصار إن شاء الله تقريبا 13 سنة ما هو السبب في ذلك؟ هل لك أنتوا حدثين؟ السبب هو البحث في العقيدة واختلاف المداهب والحمد لله وشكر يعني التوفيق من الله تعالى وأهل البيت سلام الله عليهم يخصون شيعتهم بالعناية حتى قبل بداية الاستبصار فالحمد لله هذا كان سبب من ضمن الأسباب الحمد لله وشكر هل كان هناك سبب مباشر يعني أحد شجعك على قضية الاستبصار أم أنت بنفسك بحثي واستقصيت الحق؟ هو حب أهل البيت موجود عند كل المغرب العربي بس المغرب العربي يعني ما وصلته تقافة أهل البيت بشكل أصح يعني لأنه بالتدليس في التاريخ وكذا فما عرفوا بالضبط شنو تاريخ أهل البيت الحق فطبعا بمساعدة بعض الأشخاص أنا كان وجه ليهم التحية لأنهم طبعا هم كانوا ساهموا في الإرشاد وفي التوعية وأنهم مساعدونا أننا نعرف مجموعة من التفاصيل اللي كانت هي بداية أول تساؤل فالحمد لله وشكر وأكتر شخصية أنا من أئمة أهل البيت اللي عندي بها تأثير هي الإمام الحسين علي أفضل الصلاة والسلام لأنه إمام الحسين عبرت كل مؤمن ومؤمنة يعني سواء كان شيعي أو سني لكن الإنسان من يبحث في العقيدة وقتها يعرف أنه مذهب الحق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم تتغير نظرته للحياة يعني رأسا إلى عقب فيصير إنسان مختلف تماما لأنه مذهب أهل البيت سلام الله عليهم هو الصراط المستقيم هو مذهب الحق يعني الآن أنت بجوار أمير المؤمنين وفي أيام شهادة النبي صلى الله عليه وآله ما هي مشاعرك تجاه النبي طبعا مشاعر جدا حزينة لأنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والإمام علي أبواي هذه الأمة ففقدهم طبعا عزيز عن كل مؤمن ومؤمنة فأنا أعزي صاحب العصر والزمان ومن هذا المنبر أتمنى أنه الله تعالى يعجل فرجه ويسهل مقرجه إن شاء الله تعالى وأتمنى إن شاء الله تعم الأمن والأمان على كل الدول الإسلامية ويرجع الدين يرجع الدين الحق يعني الله ينصر الدين وأعزي أعزي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأعظم لهم الأجر باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أنه يحشرنا معاهم ويتبتنا على ولاية أمير المؤمنين رسالتك لمن هم لا زالوا إلى الآن لم يروا نور الحق ماذا توجهين لهم وقد استفسرتي بهذا النور؟ أنا دوم أدعي لهم في كل صحن شريف أقول الله يرزقهم حب محمد وآل محمد والله لا يحرم أي إنسان من حب محمد وآل محمد لأن بالفعل من أراد الله تعالى فهم أبواب الله فهم أبواب إلى الله تعالى فالحمد لله وشكر يعني وأنا أشكركم على هذا اللقاء الطيب والله يسكركم جزيلا شكرا 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 تجويل سبك سيديون يعني طبعا مشاعر مؤلمة وهذه أيام عظيمة نسأل الله إن شاء الله يحفظ العراق ويحفظ إن شاء الله المؤمنين في جميع أنحاء العالم شعورك وأنت تستضيفين امرأتين قد رأتها النور؟ شعوري كبير عظيم عظيم يعني فرحانة ومسرورة بهم ومن ابني أبو حسين خابرني وقال لي عدي ضيوف ومستبصرين قلت لأبو حسين جيبهم وأحطهم بعيوني وأغمض عليهم وأني ما شعفتهم ولا أعرفهم من شفتهم أحز ذولي بناتي واحتضانتهم ولحد الآن والله العلي العظيم أبد أنا أمهم هم بناتي ذولي أبداً مغربة علي بنسقل بأحطهم وكل سنة وكل عام شوكت ما يحبون أنا أستضيفهم وأحطهم على رأسي وكون ممنونة أنا وشقد ما يكونون بعد العدد أكثر أنا أستقبلهم ومنهم برحابة الصدر إن شاء الله أنا أعرف التوفيق شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً الله يبارك بكم شكراً أن تتجول في جوار أمير المؤمنين فتجد مستبصراً قد حصل على نور الهداية بلطف أمير المؤمنين فهذا أمر ينبغي أن يطعطأ له الرأس كيف وصل نور أمير المؤمنين إلى أقاص الدنيا فلقد رأينا من شمال أفريقيا جاءت من أقاص الدنيا لتعلن ولائها لأمير المؤمنين والسبصارها على نوره وخطاه ومنهجه كذلك ما رأيناه من المغرب وهو أيضاً في شمال أفريقيا تلك النساء التي حصلت على الهداية رغم أن النساء في العادة مكتم عليها إلا أن نور الهداية وقد وصل إليها وتفتحت قلوبهم بعشق أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه هكذا هم المصبصرون الذين التقيناهم بجنب أمير المؤمنين في مدينة النجف الأشرف يعلنون ولائهم وتعزيتهم له صلوات الله وسلامه عليه موسيقى